في كل يوم تتكشف حقائق تؤكد ضياع معالب الدولة في العراق وتظهر حجم الكارثة التي يعيشها هذا البلد آخر ما تكشف بهذا الصدد ما ذكره النائب علي البديري من أن تجار أسلحة يضغطون لغرض تنصيب شخصيات معينة لوزارتي الدفاع والداخلية النائب أكد أن ما يحدث هو كارثة حقيقية لأن تلك الجهات تسعى لإبقاء السلاح منفلتا خارج سلطة الدولة والقانون وهو مؤشر خطير على أمن واستقرار العراق في المرحلة المقبلة تأتي هذه التصريحات بعد أيام من كشف مصادر عسكرية في وزارة الدفاع أن 80% من السلاح خارج نطاق الدولة موجود في مناطق جنوب العراق وبغداد وتسيطر عليه ميليشيات مسلحة منظوية تحت ميليشيا الحشد ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ كلها لدى فصائل تابعة لتلك الميليشيا والتي حصلت على قسم منها من إيران والأخرى من المساعدات التي كانت تصل للحكومة أثناء الحرب على تنظيم الدولة كل ذلك يثبت ما تحدثت عنه وسائل إعلام ومراكز بحثية عالمية من أن هناك دولة عميقة تتجذر يوما بعد يوم في العراق وأن ما كان يقال في الخفاء أن إيران تدير دولة داخل الدولة أصبح اليوم حقيقة معلنة عن طريق ميليشيا الحشد التي تمكنت من فرض وجودها في مجلس النواب والذي اضطر مؤخرا إلى تأجيل التصويت على منح الثقة لباقي أعضاء التشكيلة الحكومية وسط مناكفات حول تسمية مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية التي يديرها اليوم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالوكالة وبالتالي فلم يعد الأمر في العراق مقتصرا على مفيات فساد تشتري المناصب وتؤخر أي عملية تنمية بل صار التدخل ومس أدق ما يتعلق بسيادة أي بلد من خلال تجار الدماء الذين استباحوا الدم العراقي وما زالوا يعبثون بمقدرات هذا البلد